أفادت تقارير حزبية إسرائيلية غير مؤكدة أن مشاورات جارية بين أطراف من حزب الليكود الحاكم وقيادة حزب كحولفان تسعى لإلغاء حل الكنيسة وتشكيل حكومة جديدة دون رئيس الوزراء الحالي بن يمين يتنياهو وتأتي هذه المعلومات غدا تصريحات رئيس كحولفان بن يغانس الذي أكد أن حزبه يتحدث مع شخصيات عديدة من حزب الليكود حول إمكانية إقامة حكومة وحدة وطنية بدون نتنياهو عقب انتهاء الانتخابات المزمع عقدها في سبتمبر أيلول المقبل في غضون ذلك تشهد القائمة المشتركة خلافات حدة بين مركباتها الأربعة ما قد يصفر عن الإعلان عن فشل إعادة إقامتها مجددا بسبب عدم قبول بعض الأطراف بمقترح توزيع المقاعد الذي قدمته لجنة الوفاق الوطني وكانت لجنة الوفاق والجبهة والحركة الإسلامية قد ألغت مؤتمرا صحفيا عقدته للإعلان عن تشكيل المشتركة مبررة ذلك بعزمها إجراء محاولة أخيرة لاستنفاذ الجهود الرامية لإقامة المشتركة الاجتماع هو إعطاء فرصة للجهود المبذولة لجسر الهوى وإزالة العقبات المتبقية لتمكين كافة المكونات أن تكون جزءا من المشتركة